اشتركوا في القناة من اجل تحقيق التطور الفني والاداري لجميع الرياضات وتمهيد الطريق الى رفع رصيد البحرين من الانجازات الرياضية على مختلف الاصعدة اضافة الى انه سيجعل الحركة الرياضية تسير نحو التمييز عبر قانون يضمن لمنظومة الرياضة حقوقها وواجباتها وتحقيق الانجازات ضمن مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب جاء برنامج استجابة لاعادة رسم خريطة الحركة الرياضية في البحرين وتفرعت منه مبادرات وتحديثات عدة منها قانون الاحتراف الرياضي في المملكة قانون الاحتراف الرياضي سيسهل عملية التعقد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدد في عقد الاحتراف والشروط اللازمة لذلك كما سيحفظ هذا القانون حقوق اللاعبين والمدربين والإداريين بما يحقق الاستقرار الإداري والمالي ويسهم في الارتقاء بالاتحادات الرياضية والأندية الوطنية قانون عصري سيجعل الحركة الرياضية تسير نحو التمييز ضامنا بذلك لجميع المنظومات الرياضية حقوقها وواجبتها لتحقيق الإنجازات الرياضية كما أن القانون سوف يضع المملكة في دائرة الأضواء العالمية ويمنح الرياضة البحرينية مرونة أكثر في التعامل مع القوانين والأنظمة التي تطبقها الاتحادات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الكامل بهذه القفزات المدروسة ستنطلق الرياضة البحرينية إلى أبعد الحدود ما يسهم بشكل كبير في تطوير الحركة الرياضية والدفع إلى تنميتها وتحسين قدراتها التنفسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية